للمزيد من التفاصيل برحب بديفي في الستوديو دكتور محمد البهواشي الخبيل الاقتصادي أهلا بك دكتور محمد أهلا وسهلا يا فهلا أهلا وسهلا وقالي شايفت زي الأول أهمية وفوائد جهود توطين الصناعة لاقتصاد المصري بداية برحب حضرتكم أستاذ المشاهدين في كل مكان طبعا هي اللي بنشوفه النهاردة بالتوطين الصناعة أو يعني هي قطوة من اكتساب التكنولوجيا يعني بنقولك أول قطوة دايما كنا هي دي اللي كنت في السابق موجودة ليه نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة للمصر هنا فهذا دو كان مجرد أنا بأنشئ مصنع ويبقى هو بس إن أنا مجرد أنا بس أنزي صناعة السيارات أنا مجرد إن أنا تجميع يعني تشغيل الفكرة بس أو تشغيل التكنولوجيا بس النهاردة اللي بقت فيه رؤية عندنا من بداية تولي سلوات رئيس النهاردة يبقى عندي توطين للصناعة دية النهاردة توطين إن أنا الفكرة النقل اللي أنا جبتها أستفاد منها ويبقى عندي مهارة فيها ويتمكن فيها ويبقى عندي بداية الصناعة من الألف اللي يبقى هو ده التوطين إن أنا يعني بسيطر على كافة المدخلات الصناعة فالنهارده لما نقيم ده اقتصاديا طبعا أنا بفتح النهارده فرص لتشغيل للشباب والنهارده يمكن فيه اهتمام ده اهتمام وفيه تكلفات متتالية على طول النهارده بتدريب الشباب واستقدام التكنولوجيا أنا بدر بالشباب المصري لإستعاب هذه التكنولوجيا النهارده فكرة التوطين للتوطين الصناعة جذب بجذب الاستثمارات الأجنبية النهارده عملت الخطوة اللي هي المبدئية اللي عليها أنها هيأتي بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات يعني بتيح للعمالة المصرية اللي هي للقوة البشرية اللي هي تعتبر في يعني بيقول بدل ما تتبقى عائق النهارده بخليها داعم للاقتصاد أو محفز للاقتصاد إن أنا أضرب القوة البشرية دي اللي هي باكتساب القبرة أو التكنولوجيا اللي ألتها من بره هو دا توطين الصناعة إن أنا اللي بكافة متخلات الصناعة مصرية بالكامل أو بنسبة كبيرة منها النهارده بيقول تمكين المتخلات المحلية أو الاعتماد على المكون المصري بديل المستورد دا كله بيأثر معايا اقتصادياً توفير فرصة عمل تقليل العجز في الميزان التجاري الاعتماد على المكون المحلي بديل المستورد دا كله بيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل طيب توجيهات ودعم الرئيس بالتوسع في توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج دا أثروا إيه على جهود أو الإسراع من جهود توطين الصناعة وتحديث الصناعة كمان الوطنية شوفنا دلوقتي بقى فيه اعتماد أو اتجاه للاعتماد على الاقتصاد الحقيقي اللي هو الآيمة على الانتاج بصفة عمى سواء زراعي أو صناعي النهارده اللي احنا بنشوفه من قلال التوسع في توطين الصناعة أو توطين التكنولوجيا النهارده التكنولوجيا مش آيمة على قطاع الصناعة فقط إن كان احنا شاهدناها في المشروعات القومية سواء في الزراعة مثلا النهارده شوفنا استقدام التكنولوجيا في الزراعة في زراعة الصواب وما كان الحديثة في الزراعة الأراضي للمشروعات القومية شفنا استخدام تكنولوجيا في الطرق يعني النهاردة بقى فيه استخدام للتكنولوجيا في كافة مجالات الاقتصاد المصري النهاردة بقى التكلفات الرئاسية النهاردة نلابدوش ترجمة ده على أرض الواقع يعني إحنا عندما نضرب مثال الجبنة الحفارات الكبيرة لحفر الأنفاء لقناة السويس النهاردة بقى تعاند العمالة المصرية أجالت فيها في استخدامها القوة البشرية المصرية بقى محترفة في هذه المشروعات النهاردة بقى مصر بقى هي اللي عندها استعداد أن هي تنقل هذه التكنولوجيا أو بيتشغل هي تشغيل هذه المعدات بقى دي مصرية للدول المجاورة فهو ده اللي بحر بندور عليه تحفيزات سات الرئيس لأنه هو بنقول توطين التكنولوجيا بكافة أشكالها وكافة أنواعها سواء صناعية تجارية في المجال الصناعي في السياحي في الزراعي فهو ده اللي بيعود بنقول توسعة في هذه المجالات اللي بيقول بقى فتح زي ما قلنا فتح فرصة عمل تهيئة بيئة جذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي بنقول كتدعيم لمؤشرات الاقتصاد الكولي بصفة عامة كالاقتصاد المصري طب إزاي يمكن الاستفادة من التوسع في تصنيع المحلي يا دكتور محمد في خدمة المشروعات القومية الكبرى؟ هي المشروعات القومية الكبرى كانت هي يعني برول كانت هي نقطة الانطلاق لتمكين المدخل المصري أو تمكين الصناع المصرية أنا لفترة جائحة كورونا وفترة الإغلاق اللي كان موجودة على مستوى العالم النهاردة قدرت أعتمد على المكون المحلي وشوف نفسات يعني يمكنسات الرئيس في المشروع القومي حياة كريمة ووجه بالاعتماد على المكون المحلي في المشروع ده بالأخص مثلاً كان بيعتمد على يعني المواصيل الصرف ومواصيل البلاستيك والبول البلين المحابس يعني اتعامل حصر وتوجه لتنفيذ هذه المشروعات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات يعني حتى المدخل اللي احنا محتاجينه كبير هيبقى عن طريق القطاع المشترك ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص النهاردة اعتمد يعني قدت فرصة للصناعة المصرية إن أنا وفرتوله سوق لاستعاب ما يتم إنتاجه إن كان النهاردة برضو من ضمن الحاجات اللي بيهتم بيها نقول توطين الصناعة إن أنا بنتج منتج مصري يكون قادر على المنافسة للسوق الخارجي يعني النهاردة مش بنتج منتج إنه هو منتج وخلاص للسوق المحلي المستهدف إن أنا أكفي السوق المحلي أستغنى بيه عن المستورط ويكون فيه فرصة للمنافسة للأسواق الخارجية من تستاذ